بحضور ممثلي الدوائر والجهات المحلية والاتحادية نظمت غرفة تجارة وصناعة الشريقة ندوة تثقيفية وذلك تحت عنوان استشراف المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة لأجل مستقبل واعد ممنهج متنام مواكب لتطورات الغد انطلقت الندوة التثقيفية لاستشراف المستقبل لإعداد وتأهيل جيل من الكوادر الوطنية المتخصصة في الاستشراف ورسم السيناريوهات المستقبلية للقطاعات الحيوية الندوة طبعا ركزت على الخطط التنموية في عدة مجالات في مجال التعليم، مجال الصحة، مجال الاقتصاد، مجال التنمية المستدامة وهميتها بالنسبة للمواطن والمقيم في دولة الإمارات أيضا ركزت الندوة على أهم المحاول الاستراتيجية التي تقوم فيها دولة الإمارات سواء على القطاع المحلي والقطاع الخاص تهدف الندوة إلى وضع خطط استباقية بعيدة المدى لدوائر ومؤسسات إمارة الشارقة لتتوائم مع الخطط والسياسات الحكومية المرسومة التي تخدم مصالح الدولة وصولا إلى رؤية الإمارات 2021 محاول يوم تكلمنا فيها عن عملية استشراف المستقبل وين بدت، شو تاريخها، وشلون تطورت ووصلت أنها تكون أداة رئيسية في عمل الحكومات وشلون هذه الأداة دولة الإمارات خذتها وطبقتها تطبيق مؤسسي وعملي منظم في الدولة وبناء عليها تم وضع سياسات واستراتيجيات لدولة الإمارات طويلة المدى على مدى خمس وعشر وأكثر عن عشر سنوات تصل إلى خمسين سنة قادمة التوجه العام في الدولة حين نحو استشراف المستقبل فالمفروض أن تكون كل الدوائر على إحاطة تامة بهذا الموضوع بحيث أن هي تعد فرق عمل لمواكبة التوجهات المستقبلية تمحورت الندوة حول ثقافة استشراف المستقبل باعتبارها ركيزة أساسية للتميز الحكومي حيث تسعى غرفة تجارة وصناعة الشارقة من خلالها إلى تعزيز قدرات الإنسان وتثقيف المؤسسات والموظفين بتقنيات التخطيط السليم لإسعاد المتعاملين وكسب رضا الجمهور بهدف تطوير منظومة العمل ووضع خطط استراتيجية لتطوير مجتمع الأعمال بإمارة الشارقة جاءت الندوة التثقيفية لاستشراف المستقبل في دولة الإمارات لأخبار دار محمد الجنيذي من مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة